جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو معرضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وكان ماكرو قد حث نتنياهو في اتصاله أمس على استكمال المفاوضات مع حماس لتوصل إلى هدنة في قطع غزة والإفراج عن المحتجزين في سياقي حضرت الخارجات الفرنسية من أن أي تهجير قصري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب